موسيقى مستمري ما حضركوا في حوارنا مع معالي وزير الخارجية المصري سيد نبيل فهمي قبل الفاصل كنت بسأله هل يشعر أحيانا بنوع من الإحباط أو الحزن لما يقال من أن ردوط فعل الخارجية المصرية أو تحركات وسياسات الخارجية المصرية تأتي عادة كرد فعل وليس كفعل يعني رغم من ده مش واقع الحقيقة ما بقى شعورش بإحباط اللي كنت أخيراش بإحباط شديد لو الناس مش مؤتمر بخارجية المصرية لو ما فيش اهتمام أولا معنى هذا إن موضوعه نفسه مش مهم ثانيا معنى هذا إن احنا مش تغلش يعني اهتمام الناس معنى مؤتمرين عايزين مني أكتر أو في شغل وفي ناس مبسوطة ناس مدأمن ده أول حاجة شيء تاني بطلع في الخارج بيتقالي العكس بالزبط إيه اللي في دماغك ده انتوا قاعدين بتلموا نفسكم داخلياً وانت قاعد بتقترح ندح سلاح ناوي في جمال عامة بتقترح مشروعات شاملة في حوض النيل تعاون اقتصادي مالي خاص بالمياه رايح لي في اسيا في الصين واليمان مرة واحدة لقينا إنه أول مرة في التاريخ في التاريخ يجي مسير خارجية الروسي مسير الدفاع الروسي لمصر مع بعض كل ده وانتوا مشغولين ايه اللي بتتراحوا يعني هتنفس كاندس داي أنا الحقيقة النقد اللي بسمعهم من خارج إنه تموحك زيادة وبرضو مرة أخرى تموحك بمعنى تموحك الخارجية مصرية مش كشخص من الداخل هذا النقد رغم إنه مش صحيح أنا بعتز به إن معنى هذا الناس عايزيني أعمل أكتر عايزة حك تعمل أكتر ولا أعنف لا أعنف شوفي عايزيني أعمل أكتر ويرتاحوا لو كان أعنف أنا لن أعزل نفسي إطلاقاً عن الشارع المصري ودي له كل احترام إنما في النهاية المسؤوليتي إنه وفر له وأحميله مصالحه مش أتعاطف فقط مع واطفه وإذا نظرنا الست شهر اللي فاته سنجد إحنا خدنا مواقف وإجراءات أقوى كثير جداً خارجياً مما خدناها من سنين مدت لغم كل الظرف المصري إذن ردي دايماً هو بالموقف ليس مضعش وقتي في القول نهاردة تصريح هنا أو هناك قد يجي على بعض يشعر والله ده شاطر أو قوي إنما بكل الكلام ده حصل في إيه؟ تلجم إلى إيه؟ وأنا بفضل ودائماً بقول بصراحة أنا من حق إن أنا أزعل ليس من حق إن أنا أغضب وزير خارجية الدولة لا يغضب ولكن ربما يغضب بالتأكيد أزعل ومحدش يقلق إنه حق مصر مصان أول يوم أنا قلت إيه؟ حنخلق تعدل في الخيارات المصرية هسأل حضرتك على ده بس أحياناً مثلاً الإعلامين يطلعوا على الهواء وقد أقول مع راشي واحدة منهم ومش منهم أقول إزاي وزير خارجية بتاعتنا ما يقررش إنه يطع العلاقات مع قطر إزاي ما يقررش إنه يلقن أردغان درساً لا ينساه يعني تعبيرات بتألف الألم الشارع المصري يقول هو ليه سيد نبيل فامي يعني ما هذا الصبر لديه صبر طويل جداً على تصرفاتهم هل وزير الخارجية وهو في منصب رسمي للدولة المصرية لديه حسابات مختلفة عن كل هذا؟ أولاً يجب نقدر حجم مصر مصر دولة لغم أنها متوسطة للحجم إنها دولة تقيلة تقيلة في القيمة مش كل شيء لازم أبقى رد فعلي بالزبط زي رد فعلي زي فعلي الآخر رد فعلي قد يكون أقوى في أمور وقد يكون بأسلوب آخر في أمور أخر وتختلف من دولة لدولة تعاموا لي مع دولة بحجمي بشكل معين تعاموا لي مع دولة أكبر مني حجماً قد يكون بالمناورة وتعاموا لي مع دولة أعقل أصغر أو أحدث تم بشكل آخر الحسابات جزء منها من حيث وضع الدولة وجزء منها مرتبط بمصالح جزء منها والأساس حقيقة إزاي أعصر اللتيجة نعايزة وبقول دايماً والناس بتزعل من هذا إنما هذا هو موقفي إن هذا هو الواقع مصر دولة عربية بجذور أفريقية إذن لا يعني ذلك إطلاقاً إن سأترك لأي دولة يعني تميز المصالحة المصرية دون رد ما إنما نعم ببص مرتين تجاه الدول الأفريقية والعربية عندما تكون هناك قضايا معينة إنما أنا مش عايز أخش في سرد المواقف خدناها هكلم حاجة بصراحة شوي يعني هل أحياناً حضرتك كسان عن القرار بتقول يعني هنا مش المسألة إن أنا أخد مواقف وهاجم الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية بميزان القوة هذه دولة عظمى ولينا مصالح استراتيجية معها أو إن مثلاً أخد قرارات خاصة بدولة زي قطر رغم بعض المناقصات وأقول إن ما فيش إطار عربي بيجمعنا أو في عمالة موجودة يعني في حسابات معينة تحكم تحركات حضرتك أنا عايزة حك توضعها الرئي العامة عشان عارفين عايزين نفهم كيف تفكر أبديكي مسألة محددة طبعاً في حسابات لأن أنا في النهاية مسؤول ما أناش صاحب رأي حر فأنا مسؤول إنما ده لم يمنعني إطلاق بتخزمك لما الرئيس أوباما تحدث جميع العام الأمم تحت أغلب الرئي العام المصري كان مرحب بالبيان أنا تلهت في نيويورك في اللحظة التالية تماماً قلت لي انتقادات لهذا البيان وإن قتل مصري الأمريكية مضطربة تاني يوم خطابه وكان الرئي العام هنا مستغرب ده أزعان ليه قرأت في خطابه قرأة متأنية لأسان وزائد إنه عايز عبعت رسالة ليهم ما جي رأي الوزير خرجية كاري بعد ذلك مصر كان حوار مفيد وإجابي كان لنا بكل صراحة وكان مؤتمر صاحفي أنا بأعتقد إنه كان مؤتمر صاحفي جيد ثم أسئلت برضو العلاقات كانت فين قلتوا الله كانت مضطربة وبدأنا هو نتكلم أنا ما قلتش إنها بقت كله تحل أنا ما تحلش فليه؟ لأنه وأنا أقولها هو على الملأ أمريكا المتحدة دولة كبرى هعمل لها حساب على المستوى الدولي إنها مؤثرة على المستوى الدولي إما لن أقبل من أي حد أن يمس المصالح المصريية في نفس الوقت نحن مصر على المستوى الدولي دولة المتوسطة للحجم إنما دولة لها النفوذ واسع خاصة في الشخص الأوسط ولا تستطيع أمريكا أو أي دول أخرى إهمال مصر في حساباتها في المنطقة كل واحد بيعمل حساباته نفس الشيء ديت المثال بتاع التركي أولاً أول تصريح صدر من جانب التركي أو بلاشفة بعد أول مجموعة التصريحات إحنا عملنا إيه؟ ما ردناش عليه بتصريح لأنه التصريح هيأثر في إيه؟ التصريح ممكن غلق قطأ لما أول حاجة عملنا إيه؟ وقفتنا في النهارات البحرية القرار سهل بهدوء تاني ما خدتش قرار خدت عقاب مباشر وبعد إيه بشوية الموضوع استمر وتكرر ما قطعناش العقادة اقتصادية بيننا وبينهم ليس سبب ما فيش عداء بينه وبين تركي كشعب كشعب ولا كنت كحكومة إنما في مشكلة في زرف معين في موقف حكومة تركي غير تقليدي فلما وصلت النقطة المعينة وكانش حد في رأي العام يعني هي متابع الحادث في ساعة أو لما وجدتش كان غير مريح تخص القرار بنائنا على تنسيق سابق في مجلس الوزرق ومع رئيس الجمهورية تنسيق سابق وقرار سابق إنه لو حصل كذا هيحصل كذا أول لما حصل موضوع ما خدش عشر دقائق بلغت إيس الجمهورية ثم إيس الوزرق إنه ده حصل ومطلوب تنفيذ القرار فلاني واتخص القرار فلحزاتها ورأي العام كان مستغرب إيه اللي جد؟ كل حاجة إليه حسابه هل بقى هل كان مطلوب مني إنه أرد تصريح بتصريح وإيه يعني؟ حرب ألمية يعني على مدى الطويل مش مجدية لن تؤثر في الطرف الآخر لا أستطيع التسامح والسكوت على كل شيء إنما أيها نعم بقى حساباتي مش بقى حساباتي من الخوف بقى حساباتي من أسلوب بس مصالح إيه أفضل وسيلة للتأثير في السياق تاريخي أطول فأنا متفاهم ورغم إن يعني فيه قرارات ممكن ما يبقاش لها تأثير فوري لكن ممكن يبقى لها تأثير وتداعيات بعد كده؟ لن يسمع أحد المساس المصالح المصرية ولا بالكرامة المصرية إنما رد فعلة رد فعلنا إختلفت من دولة لدولة لأسباب كثيرة أهمها إن أنا عايز أبقى لي أرد فعل فعال طيب في السياسة فيه الحلفاء والأعداء وزير خارجية وهو قاعد على مكتبه ببقى عنده خريطة فيها الحلفاء والأعداء وطبعا مبطالب ربما إنه يعمل على الخطين على الحلفاء والأعداء مشكلة بصراحة إنه أنا بقى لي مدة في العمد الماسي حلفاء الماضي أو أعداء الماضي مباشر عايز أقولك بقى حلفاء الآن إنما ما بقوش أعداء وأصدقاء الماضي سقطوا من حساب الصداقة ثم وعيدوا مرة أخرى إلى حساب الصداقة ف أنا بيحكمني تقديري للمصلحة المصرية عن مادة طويل حتى لو عليا إن أنا أخذ موقف صعب موقف مبدئي صعب النهاردة تحت ضغط أوضاع معينة إنما عارف إن هذا الموقف مطلوب عن مادة طويل إن لو خدت غيره سيكون لها معكاس أطول عن مادة طويل باخده أعديكي مثال بسيط نحن نؤيد السوار الشرعيين في سوريا لما خدنا موقف ضد ضرب سوريا أسكرية صحيح بيكون سهلا لما كان موقف مبدئي لو أنا كنت أعايز أحسب حساب اللحظة كنت أقول آه بقول صراحة إنما إني أحسب حساب تدعيات هذا قرار على مستقبل سوريا والمنطقة وموقع مصر التاريخي كلاهما صعب لأنه عدم الاستجابة عدم حسم الأمور مش سهل وحسمه بهذا الطريقة مش صح وفي نفس الوقت إنه أغلبية العالم عايز نعمل كده نحن أخدنا موقف مبدئي وأضيف إلى ذلك إن العالم بما من اختلف معنا في الرأي احترم هذا كل العالم في فرق بين الإبل والإنبسط إنما كل احترم معها سعودية زالة؟ زعلت؟ لا ما قلتش في مشكلة في نزيل مسألة تفهمت تماما ولأنه بصراحة هم عارفين إن إحنا مع سوريا جديدة مع المعارضة المشروع السورية ولنا موقف في مسألة ضرب أو تدخل عسكري تدخل عسكري والدليل على ذلك الموقف السعودي وهذا الشيء الحقيقي مشرف جدا في تقييم العلاقة بين الدولة الموقف السعودي قبل هذا كان دعم جدا لمصر قبل هذا قرب التحديد وضعته أيضا صحيح إذا المسألة إن إحنا لو علاقتنا مش سوية كان يبقى عايزين يبقى دائما مختفقين أو مختلفين في حين إنه لم نختلف على الهدف كان فقر على الأسلوب وعلاقتنا تسمع بذلك بالتأكيد وغيرها في الموقف الحالي بتصنف بتصنف مين في معسكر الأعداء؟ أعداء تطرف طائفية تطرف الطائفية أطمي حتى هنا فيش دول؟ لا أعداء بمعنى أعداء لا يعني ما أصلا أعداء ده مسألة آآ يعني التنافس وحتى التصارب مع الدول ميخوفنيش إنما الإقصاء الفكري تطرف الفكري الجماد الفكري يقلقني إن أنا بزمزك في الأول دي ما الحاله حتعدي بكل تحديات بزمزك حضرتك كتير إنما يقلقني إن نترك في هذه المنطقة لأولادنا وأحبادنا يعني تطرف فكري أو تصور طائفي يهدم المنظومة الإقليمية بالكامل بزمزك حضرتك كتير وأنت مسؤول عن كل دوائر السياسة الخارجية المواقف القطرية والتركية وأنا عارف الحقيقة دي مسألة من الحاجات لكل مرة حاجة بتاع من الحوار بيتم سؤال حضرتك عليها وأحيانا حاجة بتحسن يعني بموضح حجم أكبر من حجمها لكن في النهاية الناس شايفة إن اللي بنقص على المصريين عشدهم في كثير من الأحيان ويستخدم التعبير بالمصر بتاع الشراء العادي المواقف القطرية والتركية واللي هي فقط حتى ما كان يتخيله البعض بدون شك ما وصلت إليها العلاقة بين مصر والتركية شيء مزعج والحقيقة لا توجد اتصالات نشطة بينهم ضينامية عم مسألة رسمية اللي موجود إدارة أعمال وعندما نلتقي في محافة الدولية التعامل يعني بشكل رسمي مهزب إنما ليس بغيرا ولي دبلوماسي آه حقيقة يعني سابق اعلنت أكثر من مرة الوضع بالنسبة لنا مع قطر غير أو إحنا مش فاهمين قطر كتا عايز إيه هناك إجراءات معينة سجلنا قبل كده مرات عديدة تحفظنا تجاه وبلغنا هذا الكلام ليه فهو أتعامل بشكل مش عايزة أقول دائم إنها ما بشكل متواصل مع وزير خجي قطري بانطر إليه تحفظات وهو بيشرح لي وجهة نظره إيه وجهة نظر؟ وجهة نظره يعني مش عايزة يعني أحبش أشرح وجهة نظر حت طرف آخر إنما وجهة نظره حسب ما في المتهى إنه لا نوقفهم مع مصر فوش أي حاجة وبالعكس ممؤيدين الثورة المصرية وكل الاتهامات اللي بتوجه لهم مش صحيحة وهم بس إيه يعني يتمنون لنا التوافق وخلاص يعني قد أكون يعني ما شحش بشكل كامل فده دبلوماسيا من اللائق إن الخارجي أي خارجي يعني حضرتك مثلا تتابع موقف في دولة ما فتدعو طرف أنت عارف إنه هو بيمارس العنف فتدعو الحكومة بتاعته إلى الحوار معاه يعني موقف الخارجيات الخطرين لهذا السبب أنا أقولت دك يعني الموقف موقفهم غير واضح وأنا نقلت هذا كلام لهم فنفس السؤال بتاعك ده أنا قلته زيادة فعطاني مبررات أو تفسيرات إنه لا الأمر مش هكذا ولم نصل حتى الآن إلى توافق وبالعكس لازال الأمر معلق فهننتظر بعض الشيء طيب بما إننا في الدائرة العربية الخليجية هل حضرتك بتتفق مع بعض التحليلات اللي بتقول أن هناك دعما سعوديا إماراتيا أكثر منهم كويتيا؟ لمين؟ لمصر؟ هناك بدون أن شك هناك دعم سعودي إماراتي لمصر واسع جدا قوي جدا بدون أي نوع من تردد على الإطلاق يعني أحب شقرنه بدول أخرى كل دولة حرة في موقفها أعتقد أن كويت أيضا مهتمة للغاية باستقرار مصر بنجاح التجربة المصرية بنجاح خريطة الطريق المصرية هناك استثمار كويتي واسع هنا فما بقيمش حجم الدعم أو قوة الدعم من دولة وأخرى كل دولة اللي لها صروفها واعتبرتها هل دعم الإمارات سياسيا واقصاديا طبعا لمصر بدأ يبدو مختلف الإمارات كوحدة واحدة يعني الإمارات العابية المتحدة ما بين أن أبو ظبي أكثر دعما من دبي وهيكون مع حضرتك صريحة ده بدوء التصريح اللي قاله شيخ محمد بن واشد المكتون في مسألة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي رغم أن في بيان مجلس الوزراء وضح هذه المسألة لكن سمت تحليلات تريد أن نعرف المياه العكرة إن صح التعبير تقول أن أبو ظبي كحكومة دي دعما دبي غير دعما الحقيقة لم أجد ذلك وزورت الإمارات العربية عدة مرات بما فيهم أبو ظبي ودبي لم أجد إطلاقا أي فرق بين الموقف واحدة واحدة بين مسؤولة أو مسؤولة طيب عايز أسأل سؤال يبدو تحليلي شوية مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية أو واشنطن يعني فيه ترشح شخص زي المشير أول عبد الفتاح السيسي هل لأنه شخصية قوية وهي لا تريد أن يأتي على رأس السلطة في مصر شخصية بهذه القوة ولا لأنها تقشى من تنامي دور مصري عربي خليجي فيما يسمى بمحور القاهرة الرياض أبو ظبي يعني مشكلة السؤال أنك بتوجهيه لمسؤول مصري عشان يفسر موقف دولة أخرى أنا قلت سؤال تحليلي أنا فاهم السؤال بس هو مشكلة أن أنا أخشى أن أفسر الموقف أمريكي غلط أنا ممكن أقول لك تصوري ما لا تخدوش على أنه الواقع بالضرورة أنا فاعتقادي أنه يهمة المتحدة أن يكون هناك استقرار في شكل أوسط هم عارفين تماما أنه لو لم يكن هناك استقرار في مصر لن يكون هناك استقرار في شكل أوسط شكل الاستقرار بيدخل في حسابات لديهم قد تكون متوفقة مع حساباتنا أو تختلف معها وأنا قلت لك في البداية هم تصورهم أنه دخلوا الأخوة المسلمين بالتحديد في الحسبة السياسية لأنه ده أفضل من عدم الدخولهم فيه مع صعوبة المسألة دي وما قفنا نحن كان أي طرف سلمي ليس على يده الدماء يستطيع أن يشارك في العمل السياسي وفقا للدستور والقانون هو النص ما ذكره بيس الجمهورية من على يده الدماء من غير مؤمن بالدستور أو غير ملتزم به أو من يخالف القانون أي أن كان توجهه سياسي يساري يميني ديني غير كده ملوش مكان في الحساب والإجراءة التي تخذ بالمجلس الوصول تخذ بعد 15 شهر من الأحداث معلش ممكن أن توقف النقطة دي أفاد ولا أضر دوليا يعني من ناحية الواقع المصريين بيقولوا طيب لما تم إعلانها جماعة إرهابية ما هذا مختلفش كتير قوي في التعامل داخليا معه لكن دوليا زود على حضرتك الأعباء في مسألة يعني توضيح موقف الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية ولا خلى الأمريكان إتقال إن في الاتصال اللي تم بين حضرتك وبين جون كاري كان بيطرح على حضرتك بعض العلمات الإستفام حول مسألة تعتبره منظمة إرهابية جون كاري وغيره مسألوني على السؤال ده وردي كان لم يختلف بين طرف وآخر يا جماعة دعيه للمجلس الوصول للحكومة في البداية دعيه إلى لجنة التستور بعد ذلك أكثر من مر كانت هناك محاولات إنه أي حد عايز يشارك في المصاري السلمي يشارك كل ما وجدناه مزيد من العمر لا يمكن لأي بلد في العالم أن يقبل عدم استقرار الأوضاع الأمنية خاصة إذا كنا عايزين ننتقل من حكومة انتقالية إلى حكومة منتخب إلى انتخابات ثم انتخابات تالية كيف يطلب منك تستكملي الإجراءات الديمقراطية السياسية السياسية بعد انتخابات صحيح معالم استقرار الأمني كلام غير منطقي عشان الناس تتنافس وتنزل في الشارع لن يفيش استقرار الأمني كيف تنجح الحكومة أي حكومة وأي رئيس أي رئيس كيف تنجح الحكومة أو الرئيس في تلبية احتياجات وطلبات الشارع المصري اقتصادية في التنمية لو ما فيش أمن إذا ما فيش استثمار ما فيش سياحة فمسألة العنف نقطة فاصلة هي اللي بتحكم اللي حكمة القرار لو ما كانش هذا قائم كان هيبقى قرار مختلف ومع هذا مع كل هذا إعلان رئيس الجمهورية ظل وهو نفس زي ما ذكرته إتاج الخمسين عمر موس الدستور لم يخصي أحد طيب هرجع للسؤال إذا كنت طرحته وعيزة وجد نظر حاجة تحليلية إذا في شخصية الفريق عفتاح السيسي بهذه السمات هي منطق لقهم ولا خوفهم من أن يكون لمصر بعد مرحلة الاستقرار وجود شخصية زي الفريق السيسي تواجد عربي قوي أو إقليمي حجم التغيير في مصر أكثر من قضية شخص حقيقة اعتادوا في مصر أنه يا أما الرئيس عارفينه يا أما عارفينه يا أما عارفينه اللي جاه بعد إيه وبيحصتش كثيرا وستفل نظر عن هذا الرئيس أو ذاك التحرك بيتم بسيط أو بطيء اللي حصل في مصر ثورتين ثلاثتين ونصر سيبك من الأمريكان لفوق إحنا فجئنا يعني كنا عارفين أنه في مشكلة حتى يحصل وأنه في أزمنة مصر لكن مش بهذه السرعة مش بهذه السرعة ومش بهذا توقيت بالتهديد إذن مش بس الأمريكا اللي بتبص على مصر إحنا كمصريين بنبص على مصر إنما ملتزمين بخريطة الطريقة العالم كل ببص على مصر برضو يسيبك من الأفراد أنتو كشعب عتنتهوا إلى إيه بالزبط أنا ليه كنت مؤتمر بالدستور لأن وضع السورة السياسية الهوية السياسية للبلاد تبدأ بالدستور هي منظومة بعد كده نعمل قوانين ده اللي بيحكمنا ده الساحة اللي احنا متفقين عليه إسلاميين وغير إسلاميين عشان ما استعملش الكلمة اللي بتعصب الناس هي وده الدستور نحط بقى فوق هذا الكلام وده الأهم نحط فوق هذا الكلام رئيس قوي أو رئيس ضعيف ده مهم برضو إنما الأهم حجم التغيير وتساعي الحول التغيير ده رائح لغاية فين ثم شكل النظام السياسي وكما ذكرت في البداية إذا كان هناك موقف مصري موالي أو مؤيد للغرب بواسطي أطباع تموحاته عادية مؤتدلة موحات مشروعة أو مؤتدلة رح يريد العالم كله أيان كان من الشخص إذا كان الموقف تجاه اليسار أو تجاه أخصى اليمين لن يريح إلا من هم في اليسار أو من هم في اليمين صعي وهنا بقى وجود شخصية قوية أو ضعيفة في الرئاسة لها حساب لأنك اتخلت في إيه؟ في سنائية أو قطبية بالزعب فالحقيقة بكل احترام للفريد أو السيسي ولأي مرشخ آخر أنا أكد على ذلك كل احترامي لأي مرشخ كان الفريد أو السيسي أو غيره ومش حد في مرشخ لغادي الوقت حيحسبوا على نفس الحساب يمكن بداية الثقة في شخص أكثر من شخص آخر ليه؟ لأن في خلفية تاريخية ستوشه اللي فاتوا إنما في النهاية كان المصري وده الأهم حيحسبهم كلهم من نفس المقياس بنفس المقياس وعلى الرئيس القادم أن استجيب اللي تطلعات الشعب المصري أولا وأن يراعي في جميع أحوال إنه لكي ينجح لابد أن يستجيب لهذه التطلعات في إطار منظومة دولية متكاملة نحنا لا نعيش في عزلة عن العالم هدخل على الدائرة الأفريقية وبيبرز فيها على طول إثيوبيا وهناك يعني حالة معرفش ده دبلوماسيا صح والغلط من ما يبدو أنه انسداد في المواقف ما بين المواقف المصري والمواقف الإثيوبي هم عازمون على الاستمرار في سد النهضة جمدوا التقارير خاصة باللجنة الثلاثية هناك من يشير إلى أن وزير الخارجية الحالي في هذه المرحلة الانتقالية إذا استطاع أن يحافظ فقط على عدم التظاهر أكثر من ذلك يبقى عمل إنجاز كبير لأن هذا الملف وملف مياه النيل سيطرح بشكل واضح جداً كأحد التحديات الرئيسية اللي بتواجه أي رئيس قادم هؤلوا حضرتك بلاش انسداد وسد لأنها بتخلق واقع الحقيقة إنما أنا فهم السؤال وبقدره لا أستطيع أن أكتافي بأن موضوع ما يسوقش أكثر من كده هذا موضوع حيوي في المصر الحقيقة ولن أكتافي أيضاً بتسجيل إن إحنا متمسكين بحقنا التاريخي في المياه هذا وقع ولن تلاجع عنه أبداً لما ما أسعى إليه ضمان موارد مالية إضافية عن حقنا التاريخي ليه؟ لأنك بنزيد مليون بقينة تحت خط الفقر المائي خلال إذاً حتاج زيادة إذاً أنا عايز أحافظ على حقي وأوصل لزيادة في إثيوبيا ما عنده مشكلة مية عنده مشكلة تنمية مش مية، عنده وفر في المية في السودان ما عنده مشكلة مية عنده مشكلة مية منتظمة إن بيجيلوا سيول، ثم يجيلوا جفاف، ثم يجيلوا سيول، ثم يجيلوا جفاف فإذاً في وسائل لإيجاد حلول تستجيب لإحتلاجات الدولة الثلاثة وغيرها طيضاً، إذا في تعاون عشان بيس يكونوا واضحين تماماً تنازلوا عن الحق المصري مش هيخصل استختار بالأمن المائي المصري مش هيخصل ليه؟ ما عنديش بديل يعني في النهاية لو عندي بديل كنت اتخذته إنها 85% من مياه المصري إذا ما كانش أكتر من النيل إذا ما عنديش بديل هذا الموضوع حياء أو موت بالنسبة لمصر بما أننا عايز زيادة لازم أبقى قوي في طرح موقفي وأبقى إيجابي في طرح موقفي أيضاً طيب، إنت في إثيوبيا أو إنتو في السودان محتاجين إنتا تعال نشوف المشاكل ليه؟ مع المشاكل اللي عندي المشكلة جداً من إيه؟ لو جنبنا المؤمرات تمام لو جنبنا المؤمرات مش كده جامل، إيه؟ من رصيد من الشك والريبة وعلى المثقة طويل جداً مش لأنه كل مواقف السوقي كانت غلط، لا لأنه لم نهتم بما فيه كفاية بأفريقيا وهم أيضاً ظلوا ينظروا إلينا نظرة من زوجة واحدة إنه إحنا مسادفينهم بهدف معين هيس لما ترحنا الترحة الإيجابي حتى مرحلة الماء خدنا النص اللي قاله رئيس وزراء إثيوبيا نفسه قلنا هذا هو مقفنا ما تقبلهوش رأنا تصريحه، مش تصريحه الخاص مش هيعملوا حاجة تضر بالأمن الماء المصر تمام، 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 فهي من ناحية اللي أعيزة وضوحة تهم هذا موضوع لا مجال للتهاون فيه ولا مجال للمقايدة فيه بس تحكي تعمل إيه فانديم؟ ويبدو أن نحاك وقف في مربع لوحدك يعني دول حوض النيل كلها في ناحية بما فيهم السودان كانت معانا دلوقتي كمان السودان انضمت إلى دول حوض النيل هنعمل إيه لوحدان؟ أولاً لابد من انتشار ثانياً لابد من استماع إلى احتمالات المصاريحهم شوف قدر يستجيب لهم إزاي ولابد أن يبقى واضح أن أتكلم الموقف واثق فيه من نفسي بمعنى أنا عندي الثقة في النفس أن أتفق وأختلف حياناً بيبقى عندك ثقة في النفسك كافية بس فقط تختلفين أسأل حاجة في الدنيا أعلم البطولة والخلاف ثم أترجم من الكلام اللي أقول ده إلى مصالح حقيقية في أغاندا وفي البروندي وفي النغاة حاكمت الجولة فيها حاكمت الجولة فيهم بكل صراحة كنت بأشير إلى استماعات رجال العمال المصريين طبعاً في الدول دي ده مش حيديني حل سريع هيعزز بناء استقلحك مع الوقت بيب حالياً في القمة الأفريقية إحنا لأن نشترك في القمة ناحية اسمية مع هذا الرئيس علي منصور بعض جوابات لكل الرؤساء القمة أفرق في القمة بمناسبة القمة شرح الموقف الحالي أنا بعضت سائل لوزراء خارجية نائب وزير خارجية موجود هناك في أدس الآن للإجابة على أي استفسارات عن الوضع المصري المصري إحنا بنعالج مشكلها تركت سنين ومحتاجين وقت عشان عليكها إنما ما عنديش يعني من منطلق المسئولية لا استطيع ترك الموضوع ده لجيش خيار بس أي مصادر القوى عنده؟ احترام الكبير لمصر تطلع الكبير لعودة مصر إلى الساحة عدم وجود أجندة سياسية سلبية منك لأي دولة من هذه الدول وجود ربع العالم العربي في مصر بما يعني نفوذك في هذه الدول بكل صراح قدرتك التقنية المصرية في الظروف العادية في أفريقيا مقارنة ب آخرين وأيضا وهذه ميزة لم نستغلها في الماضي لسنين طويلة ريادة مصرية عربية الأفريقية هي ريادة فكرية وريادة حضرية أكثر من ريادة مردية إحنا أيدنا حركات التحرير لما كانوا الغرب بيعتبروهم إرهابيين بس هذا موروظ تاريخي من وجهة نظر بعض هناك من يتحدث عن نغة مصالح حقيقية تحكم التحركات في أفريقيا ولذلك عندما نذهب إلى أفريقيا نتحدث عن مستقبل أفريقيا مش تاريخة تمام عندك مشكلة فأر هنلاقي مشكلة الفأر بهذا أو ذاك في مشكلة تصنيع أدوية يبقى تصنيع أدوية المقترح هذا أو ذاك تعمير يعني كما أشارتي إلى أغاندا وبروندي كان ناعي الحقيقة مهندس إبرايب أحلب وزير الإسكان والتعمير وعنده علاقات قوية من أما كان مسك المؤمن العرب في هذه القرد والمهندس وزير الزراعة أيضا كان موجود إذن مش راحين نتكلم عن العمل هولو حين نتكلم عن ما يمكن أن نفعله وموجود الاهتمام من القطاع الخاص المصري أيضا شيء مهم في تحدي كبير جدا بيواجه حضرتك كوزير الخارجية أن حدود حضرتك المتعلقة بالأمن القومي المصري تبدو حدود مفتوحة يعني مشتعلة مشتعلة يعني في سودان جنوبا في صراع داخلي وفي مشاكل كبيرة جدا في ليبيا والحديث بقى عن يعني هذا الكم من الأسلحة اللي بيتم تهريبها والكرثة الأخيرة بي يعني الحمد لله انتهت بالإفراج عن أعضاء البعثة الدبلوماسية لكن سمى التوتر على ما يبدو في العلاقة في دول الحدود وعندنا طبعا الكاثة الأكبر غزة بصراحة شديدة عشان تعذروني لا بصراحة شوفي هو وضع الحقيقة بيجعل النتائج السريعة صعبة لأن حسابات الغير دايما طيب هيتغلبوا على هذا ولا ذاك ولا هذا ولا ذاك فدايما الناس بيحسب هذا الحساب إنما وجود هذه المشاكل بتفض عليك انت ارتفع إلى المستوى التحدي وانا نتفاعل كوطرخ الجامة المصرية ونعمل مع كل مؤسسات الدولة بل حتى انا قطاع خاص ومثال حيك أثرت إليه موضوع اختطاف الدبلوماسيين في حاجة مستفزة الناس في المسألة دي من البديه جدا اللي يعرفوا كل الناس إن حماية البعثات الدبلوماسية هي مسؤولية السلطات المحلية يعني ربما أتفهم إن وزير خارجية وفي أزمة زي دي مش هروح يدين الدولة اللي موجودين على أراضيها يعني لكن في النهاية الحمد لله تم الإفراج عنه مفيش عند حداك تحفز على الأداء العام بالسلطات المحلية في ليبيا حول هذه الأزمة؟ لا وانا عايف انت عايزاء على الناس من الإجابة لا من اللحظة الأولى تصنى بسلطات ليبيا أدانه اختطاف والتزمه بالتعاون الكامل معنا لتأمين المخطوفين والحمد الله عادوا إلى مصر سالمين طبعا هنطلب السلطات الليبيا بأنها تأمن السفارة والأنصولية في بني هذا مستقبلا وحنبذل من الصديق نحن من ناحيةنا منها قلونية عليهم الالتزام قلونية بذلك لما نواقع أن الظرفهم صعب وتعاونوا معنا بعد الحادث بقدر إمكان ولن نأمل أن يؤثر ذلك إطلاق على الأخراط بين البلدين إيه بقى كان الـ مسألة الصفقة وهنا نحن نحن داخلين في ثنائية صعبة للغاية يعني اللي بيقول إنه تمت صفقة وإن إحنا سلمنا أبو عبيدة للحصول على الخمسة المصريين طب ما هو يعني كان مين في إيده خيار حتى لو ده كان حصل ما كانتش الخيارات إن حضرتك تضحي بإعضاء البعثة بتقول حضرتك عشان تحتفظ به من المحايا العملية أنا بالنسبة لي كمصر تركيزي كان الإفراج عن المخطفين الخاطفين كانوا بيربوتوا بين إفراج عن الخاطفين وبين الإفراج عن الطرف الليبي الذي كان يتم التحقيق معه من اللحظة الأولى للحدث تسليح الإصدر من خجام مصري كان لابد من إفراج عن المخطفين رفض الإجراء نفسه وإن مسألة ما يجري مع الطرف الليبي تحقيق من الجهات المصرية المسؤولة عندما ينتهي التحقيق إذا تم تبرئته أو عدم وجود أدلة لإدامة سيتم الإفراج عنه غير ذلك سيتخذ إجراء إذا نعم الخاطفين رابطوا بين إثنين لما إحنا في كلامنا نرابط بينهم إطلاق لأن أعلننا من اللحظة الأولى من أول لحظة قلنا والله إذا فيه جهاز أمني وقانوني بيحقق لأن الوضع في مصر يعني فيه قدر من التوتر محتاج أن تماني التزامك كل بالقانون لو ما جاتش حاجة فنقفك عنه ما قلناش إنه ده مقابل ده ولن يكون هذا هو الأمر إنما بالفعل الجانب اللي بيه كان رابط هذا الكلام طيب قبل ما نهي هذا الحوار من فش أسأل عن ما اسألش عن حماس يعني هناك طول الوقت قناعة يقنية لدى الشعب المصري أن حماس تهدد الأمن القومي المصري وأن ما يحدث في سيناء وربما وصل إلى قلب العاصمة أيضا ليس بعيد عن غزة أو على العناصر المسلحة الموجودة في هذا الامتداد سواء غزة أو سيناء لكن احنا هنا بصراحة شديدة ونحاول نضح نفسنا با كان حضرتك حاجة فيه موضلتين وعسياتين دور القومي المصري عربيا ودعم القضية الفلسطينية ومعاناة أهلنا في غزة وفي نفس الوقت الأمن القومي المصري فيه ناس في الداخل بيقول له حضرتك يعني مش ممكن يعني هدء الأمن القومي المصري يهدد وإحنا هنورد نفكر فيه البعد الإنساني لأهلنا في غزة وأهلنا في غزة يقولوا عليكم ألا تجعلونا ندفع ثمنا لبعض الأخطاء اللي احنا مش مسؤولين عنه هزي السنائية الصعبة من دين السنائية الصعبة المطروحة نعم لما وقع الأمر عناصرها واضحة بالنسبة لنا مانيا مصر أمن القومي المصري داخل حدود مصرية سيحاسب سيدفع حتى تمن ذلك وذلك اللي بنعمله بالفعل عملتوا إيه يا حماس؟ الإجراءات اللي بتتخذ داخل سيناء ضد أي حد يقول الحمليات داخل سيناء واضحة الجيش المصري نشط جدا الجهزة الأمنية نشطة جدا ضد الكل دون تفريقة بين طرف وآخر إنما هي معادلة صعبة لأنه في بعض الممارسات مخلة بالأمور الطبيعية وبيكون لها رد فعل وفي بعض التصريحات تجعل الواحد يزيد من شكوكه إنه ما نشهده من إجراءات أو ممارسات هي سياسات وليس إجراء انفراضي فهي زي ما حكبت تقولي سنائية صعبة بس نتعامل معها في مصر إن الأمن القومي المصري في حدود مصرية يعالج بأسلوب المواقف المصري القومي تجاه فلسطيني لن يتغير رب السؤالي ربما يكون الأخير إذا ما قُبلت استقالة دكتور زياد بهاق الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي هل هيفرض على حضرتك تحديات لتوضيح هذه الاستقالة للمجتمع الدولي باعتبار إن دكتور زياد ما عنده ثقة دولي فيه ثقة حواليه فيه بعض التحليلات اللي بتشير إليه إنه كان بينهج نهج مختلف مع هذه الحكومة في بعض النقاط هل ده يعقد المسألة حضرتك دولياً شوفي أنا أحترم دكتور زياد بهاق الدين جداً وأحترم وأقدر حق أي شخص في تقديم الاستقالة بقرار شخصي ذاتي قد يكون لأسباب سياسية قد يكون لأسباب شخصية ما أمدخلش في هذا وحتى لو اتفق أو اقترف معه لن أتنازع معه إطلاق في حقه في الاستقالة يجب يكون كل منه على الاستعداد للتواصل أو ترك المكان خسن تقديره وعليه من يحترم ذلك باتفاق أو الاختلاف فأنا مش هكش فيه هذا إطلاق وبل بالعكس لو طلب مني الدفاع عن هذا الحق هدفع عنه وأنا داخل الحكومة أو خارجه مسألة الخارج شرح أسباب الاستقالة ليه الدكتور زياد هو اللي عليه أنه ورر أنا ما طلعت عليه حتى الآن رغبته في أنه ينتقل إلى العمل العام من خلال المحامات والعمل البرلماني والأمور دي إنما نكون موضحين يعني عشان التزامي تجاهك أن نكون أجاوب على السابق كلما استقارت الأمور بما فيها في تواصل سياسي تنفيذي حكومي استقرار أمني كلما كانت الرسالة أسهل في الخارج غيرنا أعضاء من وزارة الدكتور زياد أو غيره أو الوضع الأمني غير مستقير أداء الحكومة جيد أو أداء حكومة غير جيد بيخلق أعضاء في الخارج أسعب نسأل طيب أنتوا بتعملوا هذا وإذا يكتبوا اقتصادية هتنجحوا إزاي طيب هيبقى فيه إقصاء والعدم إقصاء لطيار سياسي معين بيسألوا حضرتك أين المعارضة في المشهد المصري؟ آه طبعا طبعا أسأل كثيرا والإجابة الحقيقة فإن هناك توافق حول أهمية الحفاظ على الكيان المصري على خريطة الطريق آآ على إنجازات الثورتين حتى لو اختلفنا فيما بعدنا داخل هذه المجموعة فيما يتعلق بسياسة اقتصادية اشتراكية بعض الشيء أو اجتماعية بعض الشيء أو رأسمالية بعض الشيء خلاف سياسي إن شاء أقصد آآ حتى في جانس سياسي يعني النقاش حول الدستور حول هل هي حكومة مدنية ولا دولة مدنية وده خلاف وهذا اعتبر معارضة في إطار خريطة الطريق وسؤلنا في الخارج طب إنتم مدنية ولا مش مدنية طب إيه المقصود؟ يعني مرة ثانية من همية مصر لا يمكن إخفالها إذن بما إنه لا يمكن إخفال مصر لأي طرف أجنابي عنده مصلحة في شكل أوسط أو يعيش في منطقة مجالة في شكل أوسط يجب ما نستغربش وما ندقيقش عندما نسأل طيبا فين دول المرأة؟ فين الأقليات؟ هل هذا يعتبر تدخر في شؤون الداخلية؟ هو أسئلة على شؤون الداخلية طبعا لأنها متداخل من السيزاجة أن نتصور دي أجنتة مطروحة في العالم كله ومش على مصر يعني حديث عن دول المرأة أو الأقليات مضبوط، مضبوط إنما في دوق إن في تغيير مجتمعي في مصر فهذه الأسئلة كلها مطروحة الآن في حين إنها غير مطروحة بنفس القدر في إيطاليا ليه؟ لأن تغيير المجتمعي مش بيحصل دروقتي في حين إنه كان موجود في الماضي فالحقيقة أنا ما بزعلش إطلاقاً من الأسئلة بتعب من تكرار الإجابة إنما بزعلش من الأسئلة يعني المعارضة موجودة مش حاسس حضرتك أو بتحاول توضح للمجتمع الدولي إن المعارضة موجودة هما مش شايفين إن في معارضة حتى بسمح لي حاجة مش بس في المشهد السياسي في المشهد الألامي أيضاً هم لا يرون أي معارضة من أي طرف لا لا بص يعني زي ما قلت لك أنا ما بلفش حضور يعني دبلوماسي أو سنوش حضور أنا كنت أتمنى إن الدستور يمر 20% مش 98 رغم إن أنا واثق تماماً إن نتيجة مضبوطة كنت أتمنى ليه؟ عشان ما عادش أضطر أشرح إزاي والسن 98 حيبقى أسهل إن أنا أقول والله في معارضة 20% بتشرح حضرتك كمان إن ما فيش سياسات أمنية قومعية للنشطاء لأن التقارير الأخيرة للعفو الدولية حقيقة موقفنا صعب فيها كلما شاهدنا عنف في الشارع توجه اتهامات للسلطة الحاجة للسلطة حتى لو اتهامات ظلمة ما فيش حل ما فيش حل آخر إلا إن أنا نواجه الإرهاب بقوة الأمنية والقرونية ونراعي بأقصى قدرة ممكن الحريات الحريات والانضباط في العمل الأمن ما فيش حل تاني اللي يقولك إن ممكن ما نواجهش الإرهاب كلام فارغ واللي يقولك إن ممكن ما تجاهل كل ما يتم في الساحة الدولية أو الوضع المجتمعي أو الحريات كلام المعدلة لازم تكون موجودة بطرفية ما ننساش إحنا دولة قامت هاتيلي دولة في العالم قامت فيها ثورتين ثلاثتين ونصر بنفس الأسلوب شعبينز للشارع ويطالب بشيء محدد من الرئيس فما يستجبش فياخد أكتر نفس الحاجة حاصل بمرتين ده معنى إيه؟ إنه الشعب المصري عايز يشارك في تحليل مستقبله وحيحاسب أي رئيس جديد أي رئيس وزراء جديد أي حكومة جديدة على هذا المعيار بعد سنتين ثلاثة تنجحته إن أنا صوتي محسوب ولا لا نجحته إنه تحتاجاتي لها مردود ولا ولا لا مش حيبقى السعب السعب الكائن الساكن قبل الساعة انتهينا من القصة دي شكراً معالي وزير الخارجية المصري أسايد نبيل فهمي بشكر حضرتك ويعني حاولنا إن إحنا نطرح على حضرتك بشكرك طبعاً على ساعد صدرك كل ما يدار أو بعض ما يدار في إشارة